الفيديو ده عايزين نتكلم على حاجة موجودة عندنا في حاجة جاهزة برضو اسمها فمسلا هسميها اه بالشكل ده كده مثلا امبوت دايالوج طيب بيساوي ان هو سي تي كي دوت سي تي كي امبوت دايالوج بالشكل ده طيب بعدين المرفوض دايالوج ده من الخصاص بتاعته ان هو بياخد شوية خصاص معينة ولكن هو لحد دلوقتي ده كده دايالوج ده بيتحطش على حاجة يعني ملوش مستر او اي حاجة بحيس ان انا ممكن اعمل ايه الامبوت دايالوج ده لو انا فاتحت دلوقتي فاللي هيحصل انه هيفتح معايا نافذتين دي النافذة الرئاسية اللي احنا عارفنا ودي النافذة التانية اللي هي الامبوت دايالوج الامبوت دايالوج دي مسلا بتظهر في حالة ان انت ضغط على زرار معين فمحتاج النافذة الصغيرة دي تظهر اليوزر يدخل فيها حاجة ويضغط على اوكي او يضغط على كانسل. فدي حاجة جهزة بدل ما انت تعمل لها بنافذة تانية وينتقل لها وكده لا هي دي بتقدم لك دي بحيس ان هي حاجة جهزة. مسلا انا عايز ان يضغط على الزرار اللي هو اللي احنا كنا عاملينه في الفديوهات اللي فاتت اللي يحصل ان هو يفتح النافذة دي. فاحنا طبعا في الفيديوهات اللي فاتت كنا عاملينه الزرار ده. اللي هو البوتن ده وعملين الامر اللي هو بتاعه ان هو عبارة عن ايه اللي هو الفونكشن اللي اسمها بيتي كوم فالفونكشن اللي اسمها بيتي كوم فوق دي هي دي اللي احنا هلحط فيها السطر بتاع الديالوج بالشكل ده بحيث ان انا لو فتحت وضغطت على الزرار دلوقتي اللي هيحصل ايه اني اه هيدخل ليه الامبو الديالوج هيفتح معك بالشكل ده طيب انا عايز اللي يحصل ايه انا عايز اللي يحصل اني اليوزر هيدخل كلام عايز ما يضغط على اوكي بقى وخلاص الكلام انا اعرفه يعني الكلام مسلا يكتب في اللابل هنا مسلا طيب نعمله ازاي انت ممكن في البطن بعد ما انت اه فتحت الضيالوب بالشكل ده عايز تعرف اليوزر دخل ايه صح فممكن تعمل كده برينت ليه دياج اللي هو الفريا واللي انت عامله يعني دوت اه جيت امبت بالشكل ده بحيث انها لو فتحت الوقتي وضغطت هنا وكتبت اي كلام يعني مسلا كتبت هنا مصطفى بالشكل ده وضغطت على اوكي هتلاقي هنا فعلا طبعلك مصطفى هو بالشكل ده طب لو انا فتحت وضغطت على هيقول لك طبع مفيش حاجة طب لو انا فتحت وما كتبتش حاجة بس ضغطت على اوكي فالمرفوض نوع طبع اه حرف بس اللي هو يعني الحرف مش موجود طيب عايزين نعمل زي ما قلت عايز الكلمة لليوزر يدخلها تتعرض في فممكن نعمل كده ازاي عن طريق الفيديوهات السابقة ان احنا قلنا اللي بل ده ممكن نعمله صح ان احنا هناخده هنا كده وهكتب جواه ان هو بيساوي بالشكل ده كده دلوقتي لو انا جيت فتحت كده وضغطت هنا هيفتح لي طبعا النافذة دي اي كلمة هكتب هنا جواها مصطفى مسلا ونضغط على اوكي كتب مصطفى طب ما ضغطت او ضغطت على بالشكل ده فمش هيعمل حاجة مش هيكتب مصطفى فيها لان اصلا مفيش اه مفيش حاجة طيب فزي ما انت شايف يعني انا ده اغطى على فهو المفروض ده بيديني اصلا فنتيجة ان انت اعملت يعني ما غيرتش حاجة في فهو مش هغير القيمة بتاعته طب لو انا كتبت احمد مسلا وضغطت على اوكي فخلاص هتتغير تبقى احنا فده كده ازاي تجيب النص اللي كتبه اليوزر في وتعرضه في بالشكل ده طيب زي ما قلنا ليه شوية خصاص حاجة مثلا زي اللي هو هيكون هنا لون الخلفية بتاعته لو انا مسلا خلت رد بالشكل ده هتلاقي لون الخلفية بدل ما هو كان كويس هتلاقي لون احمر بالشكل ده كده طيب هتلاقي في خصائص تانية زي ايه زي مسلا اه البطن اللي هو لون الخلفية بتاع كله زرار موجود يعني فالبطن خلينا مسلا نقول ان هو بالشكل ده وتعالا نشيل اللون الرد ده بس كده عشان ايه هيبقى شكل وحش فلو فتحت بالشكل ده هتلاقي لون اه وضغطت هنا هتلاقي لون الخلفية بتاع البطنس ايه اه اه جرين طبعا اكيد البطنس دي فيه هوفر كالر اهو فاكيد برضو ليها هوفر كالر ممكن اغيره فممكن لو انا متعامل كده ومتعير له بطن بالشكل ده بطن هوفر كالر اهو فممكن تغير اه الهوفر كالر بتاعه هتخليه مسلا رد اللي هو اللون اللي البطن بيتغير له لما الفارة بتقرب منه فلو عملت كده هتلاقي فاللعن هو بقى بالشكل ده دي الخصاص بتاع البطن زي ما احنا قلناها اصلا قبل كده في الفيديوهات اللي فاته ولكن هتلاقي برضو ان انت معاك شوية خصاص تانية زي خصاص نفسه هتلاقي برضو هاتلاقي tweeting بوردار كالر والاا والنتري اللي هو بتاع النتري والتيكست client بتاع الانتري الكلام ده كله قلنا قبل كده في الانتري هتلاقي الفونت اللي هو بيكتب جوه هتلاقي ان انت معاك التيكست التيكست ده انت لو جت تفتح كده ستلاقي ان انت معك تظاهر لك حاجة اسمها يعني عنوان فوق بالشكل ده فلا انا عايز مثلا عنوانه يظهر انه هو آآ فهتلاقي في خاصياتين خاصية اسمها بالشكل ده كده دي ممكن تحط فيها بس دي مش اتغيره لك يعني دي هتغير ايه هتغير لك اسمها من فوق بالشكل ده كده اللي هو مكتوب هنا ده مش يتغيره بقى ويندو وما لتغيره ازاي ده لو عملت كده هتلاقي انت معاك حاجة اسمها تيكست تيكست ده ممكن تغيره انه هو ويندو ده اللي هو اللي مكتوب اه كعنوان للانبوت دايلوج ده ففعلا اتغير معاك بقى ويندو بالشكل ده ده كده بالنسبة للانبوت دايلوج